اهلا بكم وابراج هذا اليوم الاربعاء الموافق الثامن والعشرين من شباط فتراير الفين واربع وعشرين الان ابقى مار في برج الميزان بدرجة عشرين خلص فقد تأثيره لصالح اصحاب برج العقرب وبالتأكيد مولود هذا اليوم يحمل الخارطة الرقمية ايضا واحد ربما سبعة وبالتأكيد ثنيا هذا المولود مزاجي جدا طبعا شخصيته ربما متذرزبة متقلبة وغريب الاطوار في بعض الاحيان لذلك ننتبه لهذه النقطة اذا اليوم اصحاب برج الحمل الوضع تتغير من حولنا طبعا رح تاخذ طابع مختلف طابع افضل لكن تبدأ تظهر المصروفات المالية علينا بشكل ربما يسبب نوع من الامتعاض والازعاج وهيضا نبدو منشغلين كثيرا الثور الاجواء اليوم قد تمنحنا فرصة فرصة ربما الفوز بمكسب مالي بمكسب مهني رح نحاول ان نجد ارضية مشتركة للتعامل مع الاخرين لكن علينا ان نتحرر من المخاوف الداخلية نتحرر من التردد اللي يرافقنا لهذه الفترة خشية من الخسارة او من ربما التعرض الى ادام الجوزاء لا يزال الحظ العبدور واضح مميز نستطيع اليوم القيام بمبادرات لدينا خيارات رح نستعيد كثير من طاقتنا اللي فقدناها بالسنوات الماضية ايضا البعض ربما يذهب الى منصب اداري البعض ربما ايضا يدخل بمفصل جديد في حياته وبالتالي هي بدايات مشجعة لاصحاب برج الجوزاء السلطان اليوم طبعا حاول دائما وكثيرا الظهور بمظهر الدبلوماسي وعليكم ان تبقون في هذه الناحية في جانب الدبلوماسي مع العائلة في العمل مع الاخرين ايضا يجب ان تفعلوا لغة الحوار الابتعاد عن الانكفاء ليس من صالحكم خلال هذه المرحلة والمراحل القادمة فانتم تتجهون الى افق جديد ومغاير اصحاب برج الاسد احوالنا اليوم تتجه نحو التغيير او التعقيد الى حد ما خصوصا كل ما تقدمت الساعات نشعر بضيق نشعر بمتاعب بربما مسئوليات تتراكم الاعمال من حولنا لسنا وقد نشعر بمتاعب داخل اجواء العائلة ولسنا مؤهلين ايضا لادارة الحوار معهم اصحاب برج العضراء في هذا الوقت نحن بحاجة كبيرة لاجواء جديدة اجواء فيها ايضا ان نلتقي باشخاص نوعيتهم افضل يجب ان لا نبقى في دائرة ضيقة ولا نركز في مواضيع مكررة لذلك انتم عليكم الابتعاد عن هذه النقاط التي هي سبب رئيسي في وضعكم اللي تتعانون حاليا من هذه النقاط وخصوصا الابتعاد عن الشراكات المالية مع الاخرين لانه الوقت لا يسمح كثيرا بذلك اصحاب برج الميزان قد ننتقل الى وضع جديد قد ننتقل الى عمل جديد قد ننتقل الى فرصة اخرى او قد نفكر بطريقة مختلفة وهذا هو الاهم طبعا هذه النقطة هي الاهم لاصحاب برج الميزان التفكير الان بطريقة مختلفة بمثابة انت تدير البوصلة بمثابة 180 درجة كي تستطيع اجراء تعديلات وتغييرات وانتم الاسرع في هذا الموضوع العقرب هذا اليوم لا نزال نشعر بمتاعب لا نزال ربما ايضا نتذمر من حالات معينة قد نتذمر من بعض افراد العائلة من الوضع من وضع العمل لا يفيد هذا التذمر ويجب ان تنتبهوا دائما لدى اصحاب برج العقرب خاصية يجب ان تحتوها التذمر الانتقاد وعدم الرضا عن كل شيء هذه النقطة يجب ان تتجاوزوها خلال المرحلة القادمة القوس نجد اننا نتحرك اليوم بشكل عفوي لدينا القدرة في ايجاد ربما اماكن افضل او ان نحن نمر باوقات جيدة لكن ربما مساء هذا اليوم نشعر بضغوطات قد اغلبها تكون قد على الجانب النفسي الجدي هذا اليوم قد يتغير مزاجنا بشكل جيد ونبدأ الاهتمام بمظهرنا الخارج نبدأ الاهتمام بعلاقات نعمال آخرين لكن ننتبه الى صحتنا ننتبه الى ايضا بعض المواقع التي اعطيناها خلال الفترة الماضية اصحاب برج الدلو وقت جيد لاجراء سفر او لاجراء نوع من التغييرات او لمتابعة مواضيع الهصلة بالمال بممتلكات بالعمل هذه نقطة موجودة لكن يغلب علينا طابع العناد والربما العصبية خلال هذه الفترة اخيرا اصحاب برج الحود تزداد نفقاتنا المالية وهي علامة سلبية عليكم التعامل معها بتدبر يعني بتدبير خلال الوقت القادم ايضا من خلالها يمكن البعض اشراء اقار او بيع اقار واكيد الله اعلان بذلك مشاهدين عودة للزملاء لكن بعد الفاصل